لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب أربع آخرون في حادث مرور ناجم عن استدام تسلسلي لأربع السيارات وشاحن بالطريق الوطني رقم واحد في شطره الرابط بين بلدية سانق وقصر البخاري بولاية المدية وحسب بيان للحماية المدنية تدخلت كل من وحدة قصر البخاري للحماية المدنية والمركز المتقدم بعجلان وحدة القطاع ببغزول على الساعة العاشرة ليلا من يوم الخميس من أجل حادث مرور تمثل في استدام أربع سيارات وشاحنة بالمكان المسمعين السبع على مستوى الطريق الوطني رقم واحد بلدية سانق دائرة قصر البخاري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة